سيدنا محمد اليوم نحضر مع بعضنا كعيبات ملوية محشيين كما تشوفوا هنا نتعديوا للمقادير وطريقة التحذير مكونات يعني بزوز مكونات لنعقدوا الحكاية لنأخذ الصحفة كما تشوفوا هذيك هكا اي حاجة متوفرة عندك اي حاجة تكيل بها كيس صحفة الحجم بالطبيع اللي تحب عليك لنأخذ صحفة ونصف السميد ارتب اللي هو السميد الفينو وباش نضيف عليهم شوية ملح وبنفس الصحفة باش نكيل الماء باش نعمل صحفة ونصف ماء ونحرك ونشوف لكن القديم شوية تشوفوا السميد متاعي الشرب وستحقيت تقريبا الزوز الصحافي وشوية ماء نضيف ضفتها كما تشوفوا هكا صحفة ونصف ماء نفس الكيلة اللي نكيلوا بها الماء هي اللي نكيلوا بها السميد ونحركهم ومبعديك باش نعملهم بالبراميكسور حتى ليني يبيض لي الخليط وإلا معنيتها اي 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 احنا اي تتخلط بالبيه وهذيكا السميد يمتاعي امتاعنا يرطبنا باش ما نقعدوش مع انتهم بعديكا ندعكو بالعجنين امتاعنا واذا عندك العجنة بطبيعة تحطهم في العجنة وتخليهم يتعجنوا نحرك لو المرة هكاية بالمغرفة شفتوا كيفيش لهنا السميد متاعي اشرب باش نضيف صحفة اخرى ماء ونحرك نصف صحفة يعني كملت زوز لكن انا باش نكمل على ثلاثة صحافي ماء على خاطر يلزم القوام يكون جيري شوية باش النجم نخدمها بالبراميكسور طريقة سهلة ونعملو حاجة خفيفة ونعملو ابنك عيبات تمسمن وإلا املاوي بالشكشوكة المهم حشوة لو تشوفوها القديم ستقوني بنين على الاخر هذيكا الحشوة وكما تعرفوا يعني ديني نصيف ماذا بينا على حاجات كما تشوفوها معانتا حاجات خفيفة حبيت نفرح بمتابعيني جدا نقول لكم مرحبا بيكم في قناتي وفضلا منكم ما تنسونيش في لايك ونسبة المشاهدة متاع الفيديو فضلا يعني فضلا اللي يدخل باش يشاهد الفيديو ما يشاهدش اقل من ثلاثة دقائق يعني انا الفيديوهات متعيرة هم اقصار يعني نعمل في فيديوهات ثمانية دقائق ما فيها بيس معانيتا كانت تفرجوا على اقل على اقل ثلاثة دقائق ونص أربعة دقائق باش معانيتها نتطلع نسبة المشاهدة على خاطر بالحقره هم الفيديوهات متاعي يسر طايحة وهذي هكا يعني بالمضرة ليلي انا يعني المضرة للقناة ونسبة المشاهدة عالية صحيح لكن الوقت الوقت باش نفهمكم الوقت متاع المشاهدة لهنا هكيا حتيت الخليط متاعي في حاجة واسعة كما تشوفها في التبسي وتوا باش نبدأ نضيف في الفارينة نضيف في الفارينة ونعجن ثم نخليها ترتاح اوتوماتيك موت تلقى روحها معجونة على خاطر احنا خدمنيها ببرشة نقعد نضيف في الفارينة انا لهنا الفارينة اخذت معايا كيلو فارينة كما شفتوا اذي كصحفة ونص سميد معاهم ثلاثة صحافي ماء معاهم شوية ملح ونقعد نضيف كما قطيكم في الفارينة بشوية بشوية ونلم ونعجن في نفس الوقت حتى لاني نتحصل على عجينة متماسكة ويعني عجينة الملاوي والعجينة المسمن كل واحد كيف يسميه كما تشوفوا هكا ستقوني راهو جايون يبنين على الاخر انا صراحة يعني اولادي يحبوها الكسرة والملاوي والمسمن المورق هذي هكا مش المورق المحشي هذي هكا اولا انا قد نضيف الفارينة نرجع الموضوعنا متاع المشاهدات فضلا منكم اللي يدخل الفيديو ما ينقرش على الفيديو ويخرج راهو هذيكا بالمذر للفيديو تبقوا الخطوات باش تجيكم انتم باش تقولوا فما برشا يعني قانوات تنزل في نفس الوصفات وكل شينو لكن يعني اذا انتي تحبني واشتركت عندي ما فيها بس زيدك يتشجعني وتكمل تشاهد الفيديو حتى متشاهدوش الكل في الموضوع على القدس 4 دقائق من نسبة الفيديو فضلا منكم به هنا حتيت على البلوندو ٢ترافاي ونقعد نشيح فيها بشوية فرينا حتى ترقيطها مازالت تتلسق شوية ونقعد نخدمها ومن بعد ديك باش نحطها في رجحها للصحفة ونغطيها ونخليها ترتاح هذي عجنته تقريبا نقبل بسعتين يعني خليوها سعتين فما فوق ترتاح اخذيت الطاج النمتائية فلفل احمر وفلفل اخضر مقطع فلفل احمر وفلفل اخضر مقطع فلفل احبها موزو زهكية فلفل اسود وملح احمر ممكن ان نضيف عيزه لن توقع جميع النشدة احمرت احمرت فلفل احمرت فلفل شميع الفلح اضفت ملح ونضيف فلفل احمر وشوية تماطم معجونة نضيف فلفل احمر ونضيف ماء ونضيف ماء ونضيف عقلها نضيف حشوة اختيارية لكن اخترت الحشوة اقتصادية ونضيف حشوة اقتصادية ونضيف حشوة اقتصادية ونقوم بإمكاننا بشكل حشوة اقتصادية ونغطيها ونخليها اكتب في عقلها بعد ساعتين رجعت للعجينة ما شاء الله نلقاها يعني ارتحت وخدمت روحها بروحها وشوفوا كيفاش نلقاها معجونا اخذيت بلاتو بحذيه ادهنته بشوية زيت وندهن الهنا ايديه بشوية زيت وباش نقسمها كويرات بطبيعة الحجم اللي تحبوا عليه انا الطاج المتاعي كبير شوية قصيت هكا كعيبيت معنيتها كبار شوية لكن من بعد باش ننقص فيهم شوية اه لها هكيه اه حيطه ما شاء الله يعني العجينة سوبل ومرتاحه على الاخر شوفوا كيفاش معنتها بالكدام العجينة كيرتحت تعطات الطوع في الخدمة اه لها احب كما قدت لكم ملقيتهم يعني اه كبار شوية بش نقسم منهم كل واحدة شوية شوية هكا قطر اينا بش نعمل كل كعبتين فوق بعضهم وإلا كما تحبوا معنتها تعملوها كعبة وتسكروها على زوز كما السوفلة لكم حرية الاختيار بش نعطيكم هنا طريقة للمبتدئين ولي متنجمش يعني تهزها و جيها صعيبة شوية تخو بابي كويسون وتقصوا على قد الطاجن يعني الطاجن اللي بش الطيب فيه وتهز زدنه بشوية زيت وتحلها على الاخر جويدة للمكسيموم تحط الحشو في وسطها ومن بعدك تحط فوق منها الكعبة الأخرى تشوفوا القديم كيفش كما موضح وتطيبوها هذي هكا طريقة سهلة تجيكم بش نجمو تهزو الكعبت المليوي متاعكم وإلا المسمن تجيكم ناجها بطبيعة إذا ما تنجموش تهزوها معنيتها من الفوق من فوق البلوند ترافال حتيتم كي من هكا على البابي كويسون وتقو بش نحط الحشو والطاجن متاعي قاعد يصخن كيما تشوفوا نجمو تزيدو فروماج لكن انا روني ما حبيتش نكلفها يعني حبيتها وصفة اقتصادية كيما قطت لكم حتيتها لولا فوق الطاجن وم بعديكا زيت عليها الكعبة الثانية كيما تشوفوا تدهنو البابي كويسون والزيت معنيتها فاسي المو يتنح البابي كويسون ويجيكم الكعيبة مرتوبة وسهلة نقعد نقلب ونشاقلب بطبيعة ونطيبهم من جوانب الكل وفي نفس الوقت تنغطي هذيك العجينة متاعي من خليها شعريينة باش ما تشعتنيش باللهوة ونقعد ونقلب ونشاقلبوا ونطيبوا الكعيبات متاعنا وحبيت نقول لكم زيدا اللي يوصلوا معي المرحلة هذي من الفيديو فضلا منكم متنسونيش في لايك راهو والله العظيم لايك ما عنده حتى ليعطي فلوس ليعطي حتى شي نجيس انو يشجع يعني سبحان الله راهو اليوتيوب كيدخل كيدخل يعمل عليك كنترول كيدخل يعملك مراجعة للفيديو يلقى عليه طالعة يقول هذي الفيديو نزيد نقترحه اكثر واكثر اذا انتم ما تحبوا ليش ما تحبوا ليش نقدمه وتحبوا ليش الخير يعني سبحان الله راهو لايك والله العظيم ما يعمل حتى شي نجيس انك تنزل لايك هكذا الفوق تشجيع باش اليوتيوب يدخل يعمل مراجعة للفيديو كما قلت لكم يلقى لايكات متاعه ويزيد يوصل العدد اكبر من المتابعين ما فيها باس يعني انا الفيديوهات متاعه يقترحها اليوتيوب توصل معناها للخمسمية لنص المشاهدة وتيقف على خطر على خطر ما يلقاش عليها برشا لايكات يعني يقول لك هذي الفيديو لا يصلح انا باش نطلع ونطلع وفي الاخر يقف فيه في مشاهدة معينة ما فيها باس انتي تبعتني برك الله فيك ويرجع له فيه ميزان حسناتك وشكرا على الدعمكم ما فيها باسك تحطوا لي لايك ولهنا هذي هكا لك عيبيت متاعنا اطابو انودكم وما انشاهيكم وكيما تشوفوا هكا استنيوني في فيديو جديد ووصفة جديدة ونخليكم في امان الله وبربي بربي متنسونيش في لايك وجزيكم الله كل خير وباي باي وسلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة